السلام عليكم ورحبا بكم بقناة مطبا قامة نحب بكم كامل قولكم مرحبا بكم عندي في القناة اليوم جديد فيديو جديد خبز المنفخ مفهلة لك لا تعب لاوالو ويجي خفيف يجي ماشاء الله ويدضاين نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وضروق نخليكم على المقادير والطريقة تحتى نبدأ و بسم الله هنا في بول عندي جناز وشكيسات الماء تافي مغرفة كبيرة تحميلة الخبز مغرفة كبيرة تحميلة سكر و هناك كاس سميتر طب كاس سميتر طب و نخلط نحاول نخلط مليح لكي هذه الخميرات تنحلي يعني يندامج هكذا كل شمع هذك الماء اللي هيزوش كيسا ما قادي نكتبها لكم تحت صندق الوصف كيمان طاري نخلط مليح نخلط مليح الخالي تاعي ونبعد نغطي ونخلي حتى يضعف الحجم تاعو يعني انا خليته عشرة دقائق عشرة دقائق كبير هكذا نغطي ونخليه هذي حتى يضعف الحجم تاعو حتى يعني يطلع كبيره هذي حتى يضعف الحجم تاعو خليتوقتكم عشرة دقائق هنه هي كونسيط الفارينا ندير هكذا كمية صغيرة ماشي بزايف خاطر العاجينات حب تكون تلسق في اليد وهنا يا مغرفة كبيرة عفوا تاع الخل أبيض وطرع تلحن الملح على حسب الدوق هكذا نستعمل هكذا ندير الملح بيده هذا وش نحتاج هذ الخبز هكذا ندير الملح بيده يعني هذ الخبز ما يحتاج لا تليك لا بيتخاله هكذا نقول لكم الفارينا نضيفه غير بالعقل كعجينة لازم تكون تلسق هكذا كما كنت شوفوا هنه اللعين فيها يعني من تلك هشغل لمعابك هكذا وكي نشوفها تلسق هكذا نضيفها هكذا غير باش نعود اللمحة وراءكم نشوفوا العجينة كيف راش راه يتلسق خليوها هكذا تلسق هكذا 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 نشوفه هكذا نحوه نحوه ونشوفه نلسق نحوه ونخطئ هكذا نغطيه ونجد المرحلة 4 خطرات حتى نرى الوجه ملسى لان نقلصه نغطيه ونجده يطلع نعود نقصل الخمور ونجد يدنا تلسق ونجد يدنا بالزيت هنا 4 خطرات نرى الوجه ملسى نرى الله يبارك عبد البابل نضيفه نقصل الخمور ونجد خبزة ونجد في البراطة نضيفه 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 وينجد نضيفه 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 ونستعيل الحلال الحلال اختياري سوف تستعملوا غير بيتكم تنجموا انا ساعة نستعيل بيدي وساعة نوسيل الحلال نشوف الخبيزة السوعية يعني كبار نحلهم والخبيزة السوعية ما نخلوهم شخشان نحلوهم مرقخ ما يجيو يخمرو ويطيبو يكون هادا كوا وهنا راني نوري لكم كي كي خمرو لي سوف نشوفهم طلعو نحفو الخبز تعانا خمر ما تخلي واش يخمر بزيف حتي يخطلهم الخمور هنا يا شا نشعلت الفوق سوف نشوفهم ضايوي خمرو نشعل الفوق اعلى درجة انا عندي مئتين وخمسة وسبعين درجة الفوق تاعي وسيتو فونتيلي نقلب الخبز تاعي و الواسيتي غا كتمو في الفوق وعلى فكرة النصيحة نعطيه لكم كيتقلبو الخبز تعاكم في البالا غير بالعقل ولعوشتو الخبزة تعاكم كيتحطوها في الفوق ما يش تنفخ هادي هي باش نعطيكم نصيحة لهذا الخبز كيتقلبو الخبزة تعاكم في البالا قلبوها غير بالعقل وحطوها في الفوق بعد ما يكون سخون مليح و غير حطوه في الفوق غير الشبية تسبوه تنفخ عارفوا النتيجة راهي نجحة مئة في المئة هادي هي يعني عندي الفوق تاع تريسيتي و في الزاير عندهم ذيك الفوق تاع سعادة كيف كيف هذ الخبز يعني يجي فيه عاكم تشوفوا كيفاش يجي مهوي ويجي خفيف خفيف ما شاء الله لاحظو نقسم لكم الخبز قدامكم هكذا باش تشوفوا كيفاش يجي يجي مهوي والبنة ما نحكي لكمش نتمنى نتمنى إن شاء الله تجربو يعني تبعو كام الخطوات اللي قدتها لكم باش تنجحو فيه إن شاء الله يعني العائلة تاعي كيندير هذ الخبز يعني ما يقعد هذا هو الفيديو اللي حضرته معاكم نهار اليوم نتمنى إن شاء الله تبخ تاجيو الفيديو مع الأحباب ومع الأصدقاء وانتمنى إن شاء الله اللي يشوف الفيديو ويوسيلي يجاب ويشارك في القناة خليتكم لهنا وراح تلبى الفيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته